أصلا الكتب السماوية نزلت باللغات ستة المعروفة اللغة السامية والأكادية والأرامية والثغرينية والسيريانية ثم العربية رقم ستة فاللغة السامية تكلم بها آدم عليه السلام وهي عربية معقدة سامية من السمو هي عربية سامية لأن آدم تكلم بالعربية وخرجت منها اللغة الأكادية وهي أول لغة ظهرت ببلاد الرافدين وهي التي خط بها إدريس القلم بل حرف إدريس الخط فسمي الحرف حرفا أما آدم لما نزل من الجنة نزل بحرفين نزل باللام والصاد لأنه يشتغل بهما فاللام كان يلم به وهو المعول فإذا قل بصار لام وإذا أصبح أكاز وجاء بيق عاصة فيها خيط فهذا اسمه صاد يصطاد بها فإذا نجد نحن حرف الصاد تجده نفس الصيد وكل الحروف مشتقة من الأفعال الألهاء مشتق من الزوبع من الهواء حتى كتابته في تصويره هواء وحرف الكاف مشتق من الكف في الرسم العثماني نجده كف حرف الكاف كف والو وهكذا دوه عليك هذه اللغة الأكادية ثم جاءت بعدها اللغة الثغرينية لغة الحبشة وإثيوبيا ثم جاءت بعدها اللغة المهرية مدينة مهر حدود اليمن عمان ثم جاءت بعدها اللغة الكبيرة التي أخذت نصيب الأسد في الأرض وهي اللغة الآرامية الشرقية غير الغربية وهي التي تتكلموا بها أهل أورشاليم وبها نزل التوراة على موسى كلها أحرف هذه اللغات تختلف فاللغة الآرامية بها نزل التوراة على موسى لكن هذا الاسم اختفى بسبب فعل اليهود وذلك أن اليهود لما عبروا الفراتة إلى مصر غلب الفعل على الاسم أصبح الناس يقولون العبرية فغلب الفعل لكثرة عبورهم يقولون العبريون لعبورهم فغلب الفعل على الاسم فقالوا العبرية العبرية تفعل كثير ثم جاءت بعدها اللغة السيريانية لغة الهلال الخصيب وهي التي بها نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام وهذه اللغة هي التي أصحابها كثرت فيها الحروف الأبجدية تضخمت فاقتبس العرب منها 22 حرفا وكتبوا بها كلامهم العرب لما كانوا أرادوا اضطروا أن يكتبوا لأن العرب لا تقرأ ولا تكتب فما كانت لا تكتب ولا تحسب كما جاء في الحديث نحن عرب لا نكتب ولا نحسب فكانوا أميين هو الذي بعث في الأميين غير أن أميتهم كما قلنا أمية نقصان وليست أمية برهان لأن الأمية لما تصرف للمصطفى فهي برهان ولما تصرف للبشر فاقتبسوا من السيرياني قبل الإسلام بمئتي عام اقتبسوا من السيرياني 22 حرف وكتبوا بها كلامهم فمن تم وكان أول من تجاوز عسرة أبيات هو الزير سالم المهلهي لأبو ليلة لكن في العربية 22 22 حرف بالمكرر 28 لأن الآن 22 حرف هذه الأصلية لكن الراء فيه زاي والطاء نخرج منه والضاء والضاء والثاء كذا بسبب النقطة التي وضعها أصحابها أيام الحجاج الشين فالستة زادت لأنها مكررة ولذلك كان الزير سالم أول من تجاوز عشرين بيت فعجزت العرب أن تحفظ لما تجاوز فكتبوا كلامهم وفي قصيدة الطويلة التي يرتي فيها أخه كوليب أليلتنا بذيحس من أنيري إذا أنت قضيت فلا تحوري فأيك في الدنائب طال ليلي فقد يبكى من الليل القصير فلو نبش المقابر عن كوليب فيعلم في الدنائب أن يزيري بيوم الشعث وكيف لقاء من تحت القبور فإني تركت بواردات بجيرا في ذم مثل العبير فتكتب بيوتباني عباد وبعض الغشم أشفال الصدور إلى نهاية القصيدة يضيق المجال لذكرها فاضطرت العرب بسبب هذا الرجل المهلي الأبو ليلى اضطرت أن تكتب فاقتبسوا من السيريانيات 22 حرف وكتبوا بها وفارحوا وبعد سبعين سنة لما أسست قريش سوق عكاظ لجمع شتات اللسان العربي وجد أنهم يكتبون فكانوا يتباهون ويضعون على صدورهم المعلقات فسميت المعلقات فإذا ما انتهى موسم الحج جمعوا بعض المعلقات ووضعت على جدران الكعبة ذكرتم أستاذ كريم ونحن نهي أوليهاتي الحلقة على أن العرب ولو كانوا كفرا لم يلاحظوا أبدا على كتاب الله الكريم لأنه كان في بلاغة يضيق للتاق المسألة العرب لما أتقنت اللسان لأن قريش لم يكن عرب أصلا قريش هم عجم وكانت العرب تتهمهم في لسانهم وتحترمهم في أن عندهم الكعبة العرب قاطبة تحترم قريشا لوجود الكعبة عندها وتحتقر قريشا لأن لسانها ضعف فعرفت قريش هذا النقص فاتخذوا طريقين لجمع لسانها طريق الأول أسسوا عكاظ على الطائف بـ 45 كيلو واتخذوا طريقا آخر لأنهم كانوا يرسلون أبنائهم الرد يرضعون اللسان العربي فلما وقفت قريش على قيمها في اللسان العربي أنزل الله فيها قرآنا ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأدهان فقالوا أن لمحمد بهذا الكلام وكان من طريقة هذا القرآن أنه إن أوجز كان كافيا وإن أشار كان وافيا وإن بين كان شافيا وإن حكم كان عادلا وإن أكثر كان مذكرا وإن وعظ كان مؤثرا لا يمله قاريه إذا استرسل ولا يمله سامعه إذا تأمل فهو حلو إذا تذوقته العقول بحر العلوم وديوان الحكم وجوهر الكلم ونزهة المتوسمين وروح قلوب المؤمنين نزل به الروح الأمين على محمد خاتم النبي